خلينا دلوقتي نستعرض عدد من الاستعدادات اللي بتشهدها مختلف المحافظات في مصر لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شرد الأطفال في الفترة ما بين 11 ل 14 ديسمبر الجاري لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال المصريين من عمر يوم حتى خمس سنين في أسوان مثلا بتستهدف الحملة تطعيم 253.756 طفل من خلال 1402 من الفرق المختلفة خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل لكن في سهاج مثلا هتم تجهيز 2561 فريق للمشاركة بالحملة لاستهداف 909.682 طفل بالمحافظة طيب ده بالنسبة للصعيد نروح مثلا الغربية بيشارك في الحملة 2186 فريق تطعيم كل فريق تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتطعيم حوالي 678 ألف طفل بمختلف مراكز وقرأ المحافظة طبعا باقي المحافظات بتستعد بشكل كبير عشان هذه الحملة